اشهد سعادة المهندس والبن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة الهدف المعلن عنه لزراعة أشجار نبات القرم لعام 2023 إلى 460 ألف شجرة بدلا من 230 ألف شجرة يأتي ذلك ضمن التزام مملكة البحرين في المؤتمر السادسي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 وأكد لمبارك خلال الجولة التفقدية التي قام بها إلى مشتل توبلي لزراعة أشجار القرم أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على استعدادات الوزارة في تهيئة المشتل لزراعة أشجار القرم وإطلاق المرحلة الثانية من زراعة الأشجار والتي تبلغ 230 ألف شجرة خلال العام الجاري وأشار لمبارك إلى أن الوزارة رسمت خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ حيث اعتمدت مملكة البحرين سلسلة من المبادرات لإزالة الكربون ومنها مضاعفة أشجار نبات القرم لأربع مرات كما شدد الوزير لمبارك على دور القطاع الخاص في دعم مشاريع التشجير ومضاعفة أعداد الأشجار في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر